تتصاعد الأصوات التي ترجح استمرار صعود العملة الرقمية بيتكوين التي حققت ارتفاعات واخترقت مستوى الأربعين ألف دولار خلال الأسبوع الماضي فيما ترجح أصوات أخرى قرب خدوث تصحيح عنيف لسعر البيتكوين على غرار ما حدث في أوخر عام 2017 إلا أن الأمر المختلف هذه المرة هو تزيد اهتمام العديد من الصلاديق الاستثمارية والمستثمرين الكبار في حين أن أول من قاد موجة ارتفاعات البيتكوين الأفراد ويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورغن وصول سعر البيتكوين فوق المئة والأربعين ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن حيث لا تعد البيتكوين مخزنا للقيمة موثوقا به في الوقت الحالي بسبب التذبدب الكبير في معدلات أسعارها وضف جي بي مورغن أن بيتكوين برزت كمنافس للذهب بقوة وصفا إياها بالذهب الرقمي ويضع خبراء البنك في اعتبارهم منافسة بيتكوين للذهب في المستقبل بعد أن يصبح جيل الألفية الجديدة بمرور الوقت مكونا أكثر أهمية في سوق الاستثمار بمرور الوقت وبالنظر إلى تفضيلهم الذهب الرقمي على السبائك التقليدية ترجمة نانسي قنقر